السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين اياه? ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. يسعد اوقاتكم حباب قلبي بكل خير ان شاء الله كراه جديدة وحصرية على قناة سرار العالم الروحاني. لمواليد برد الميزان. صلي على النبي عليه فضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من اخواتنا في الليل عمل فيديو باللايك وان كنت لم تشترك في القناة. فلاشترك في القناة وفعل زر الدرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. وانزل فيها التعليقات. صلي على الحبيب المصطفى بنية الفرج. عليه وفضل الصلاة والسلام. بسم الله الكشف بسم الله الكشف. لا اله الا الله. شايف ان عندكم الايام اللي داية عندكم حظ حلو. في كزا حادي. شايف ان عندكم حظ حلو في كزا حادي. وهتدبروا الامر اللي انتم فيه. والحد اللي يمركز معاكم ودمر حياتكم في الوقت المناسب ربنا هياخد لكم حقكم. هياخد لكم حقكم ربنا في الوقت المناسب. بس ندخلوا عصبكم هادية. بلاشة العصبية. بلاشة العصبية. العصبية هتضيع من عليكم الفترة اللي داية. آآ لاما لقاء لاما حادة مهمة. يعبلاش العصبية. عشان هتضيع عليك حدث كويس. شايف هنا عندكم حد مريض. الحد ربنا هشفيه بازن الله تعالى. شايف بشرة. بشرة خير من الحد. واخبار حلوة بمشيئة الله. شايف هنا حد مخنون. حد في سيدن. حد مكفول عليه ببان. حد مظلوم. آآ شايف حد مظلوم. افسيدن. يعني شايف ان هو بيدور على البراءة بتاعته باي طريقة. ان شاء الله ربنا هيخرد من الضيقة بازن الله تعالى. شايف هنا. بلاش آآ تتكلموا عن اي حادة تخص حياتكم. بلاش تتكلموا عن اي حادة تخص حياتكم. شايف هنا البعض منكم آآ مستنى حادة الفترة دية. مستنى حادة الفترة دي بقدر المستطاعة. بس شايف ان هنا في حادة انتو خايفين منها. حادة خايفين منها. ما تجلقوشي. علشان هي مش هتحصل. فما تجلقوشي. عندكم كمية شق. شقين في الشريك. بس الشريك بيحبكم. الشريك بيحبكم. هزا الكراعة احبابنا في الله عامة. رجال ونساء كراعة مفتوحة. خد اللي طبك ليك. شايف ان انتو هنا فقدتم ثقتكم في ناس كتيرة وما قادرينش تستحملوا. فقدتم ثقتكم. شايف ان هنا انتو خيركم آآ على الناس اللي حواليكم. خيركم على الناس اللي حواليكم. شايف هنا آآ ده هو قلبكم جرح. عيونكم دايما بتنزف دموع. آآ هدوا اعصابكم. هدوا اعصابكم. هدوا اعصابكم. شايف هنا قلبكم آآ ابتدى ينبط من جديد. ابتدى ينبط من جديد. آآ الامور عندكم هنا هدختلف. شايف ان انتو بتدوره على راحة البال. آآ بتدوره على الامان. آآ بتدوره على الطبطبة. شايف ان انتو هنا بتدوره على الاحتواء. آآ رغم الهم والخنجة اللي عندكم. رغم يعني ان انتم هنا شايف عندكم امور فيها آآ حلوة. شايف امور حلوة بازن الله تعالي. بس اطلع من الطاقة السلبية. آآ يعني انت هنا ملاجينش حصكم مع ناس. مع الناس اللي حواليكم دي مش لاجين حصكم معها. الودع اللي دواكم. الفترة ده هيخرج. شايف? ماشي? يعني شايف ان انتم قاعدين طول الوقت. آآ دي سبكم ودعكم همدان كسل خمول تعب. مع انه في نبطاتك في القلب سريع. شايف هنا يعني حاولوا آآ تطلعوا من الطاقة. لان انتم هنا محتدين آآ توأم روحكم. محتدين حدي طب طب عليكم. بس انتم فقدتم سقطكم في ناس كتير. بس ان شايف هنا ان انتم تاخدوا خطوة جديدة. وهتفعلوا حادة جديدة. في تغيير عندك. في تغيير هنا. انتم فوضتوا امركم لله. ونعمة بالله العلي العزيز. بتقول احنا مش عايزين حدا من حد. شايف هنا في علاقة. عندكم معحد. في علاقة. آآ في رجوع فيه. او في زواج. في ارتباط. شايف في اخبار حلوة. في اخبار حلوة بازن الله. يعني هنا هتبدأوا آآ تضحكوا آآ بسبب القهر اللي ذواكم والظلم اللي ازلمتوه. ان شاء الله الفرحة خلاص. على عتبة بابك. خلاص. هتفتح ليك الحظ باب الرزق باب السعادة باب الفرحة. ان شاء الله. اللي هو الحزن اللي يخلقكم. ما نخلكمش آآ قادرين تنسوا ولا قادرين تعملوا اي حادة. جديدة. شايف هنا فعلا يعني انتم آآ دلوقت بتقولوا ققتنا خلصة آآ مش مستحملين حاد. او مش عايزين حاد. آآ عايزين نخرج من اي آآ مخرج في حياتني. ربنا حاسس بكم. وعارف انكم بتعافروا وبتجاهدوا. يعني يعني اشد المعافرة. ان شاء الله الباب هيفتح امامك. باب الراحة. باب السعادة. عندك خبر آآ قويس. خبر هيسعدات. واللي انت اشقك فيه مش هيحصل. اللي انت اشاكك فيه. وبلاش الشق. بلاش الظن. بلاس الشق الكتير. بلاس الغيرة. شايف هنا الانفرادة الكبيرة اللي ديالك. انت مش متوقع. هتكون بعد الصبر اللي انت صبرته. ومن بعد الزعل والمشاكل اللي حصلت معاك. في حد هنا. في حد عايزك تساعد وتسامح. عايزك تساعد وتسامح. هو ظلمك. هيدو يطلب منك السماح. هيدو يطلب منك السماح. هذا الشخص. لانه طالب مساعدتك. هو ظلمك وكان عقبة كبيرة في حياتك. اللهم اصلا على سيدنا محمد. شايف ندمك هيلمع. وعندك انبساط في حياتك. انا شايف ان ادي لك اموال غير متوقعة. ما كنتش متوقعها. لاما في نجاح في مشروع او وظيفة جديدة. في حادة انت هتعملها. يعني هيكون عندك نجاح منها. في رسالة ديالك. انت مستنيها. بقدر المصطفى ديالك. فيها بشرة تخير ليك. فيها بشرة تخير ليك. وفي هدف اه طار انتظاره. في هنا شخص اه انت عمل تقاسي معاه. وتزعج معاه او تشادر معاه. لكن هو ما زال بيحبك ووقف معك. الشخص ديه مهما انت عملت اه اه يعني ابتدى عليه برضو بس هو بيحبك. جدا. وحابب ان انت تكون نادح. هذا الشخص. شايف ان انت اه في حالك. شايفك ما بتدخلش في خصيصيات. لكن ما بتحبش الغلط. شايف هنا برضو على طول مركز معاك. ومش سايبينك في حالك وحزبينك على اي حادث. علشان دايما كده ان شاء الله ربنا بينصرك. انت وقعت في مشكلة هنا. وقعت في حفرة. او في مشكلة. ما كنتش متوقع اه انت تخرج منها. لكن خرجت بازن الله تعالى. في حد ان عليه اوراق في الحكومة او اما حاكم. بتخلص في اوراق او حد قريبك مسدون او انت عليك احكام او حدا بتخلصها ان شاء الله تخلص على الخير بمشيئة الله. شايف عندك تفكير هنا انت بتفكر في اللي حواليك بشكل كبير جدا. ومحدش اه مقدر اللي انت بتعمله. هو دل اللي انت بيخليك زعلان اه تعدان. لانك انت بتعمل وبتدي ومحدش بيقدر اللي انت بتعمله. فكده بتكون زعلان. اللهم اصلا على سيدنا محمد. شاف هنا منكم برضو هنا اه بيشتري مسكن او اه بيات او نقلة حابب ينجل من مكان لمكان. ان شاء الله في نقلة قريبة بمشيئة الله تعالى. ربنا هيكرمك من حيث لا تحتسب. الناس اللي بتركبك من الصامت دي. الناس اللي بتركبك الفترة اللي دايه هتحط النقاط على الحروف معاهم الناس دي. في بشرة ديالك. بشرة ديالك. الفترة دي فترة مميزة وجميلة. لان انت تطلع من اللي انت فيه من الطاقة السلبية. وتغير في اي حدا من حياتك. شايف هنا في مناسبة. مناسبة هتخليك فرحان. وفي فرحة في ارض بيتك هتديك طاقة ايجابية. انت محتاد اي حدا تديك طاقة ايجابية. مش محتاد السلبيات. مش محتاد السلبيات ولا الكلام السلبي. شايف هنا في انتصار. في انتصار. الانتصار دي يخليك تطلع من طاقة الكسر. هتطلع من طاقة الكسر. وهيخلي رزقك حالو. وهتبقى شخص مختلف. اه شاف يا طب شخص مختلف. عندك خروض اه من قربة او من قرب او من فوضى او من محنة. عندك اه طاقة خروض. طاقة خروض. عندك هنا ماشي تعب في الدسة. اه تعب الحسد عليك شديد شوية. عندك بيتحسد رهيبة. بدل المرة اتنين وثلاثة حسدوك. مش سايبينك في حالك. بس بسم الله عندك هنا اللهم صلى على سيدنا محمد. ايه? في رزق دي لك كبير بفضل الله تعالى. خلاص هانت. في هتقابل توأم روحك. في خروضة او فسحة اه في كلام في عتاب. ما بينك وما بين حد عزيز على قلبك. في عتاب ما بينك وما بينه. لكن في رجوع ما بينك وما بين الحبيب او الشريك. في رجوع ما بينكم. وكما كنا هنا في فرحة في ارض بيتك. ممكن نقول زواد او خطوبة او ارتباط او فرحة بمولود مشاء الله. انتم هنا كمان شايف هنا ماشي اه في شوية حداد حصلة معكم مش عارفين تفسروها. في ست هنا. الست دي عندكم دي. الست دي قريبة. عمل سحر على ليكم. عمل سحر بينكم وبين الشريك. مش عايزكم تكونوا مع بعض او تكونوا المتحين. او تكتملوا. او يعني تتملوا مع بعض. السحر. ان شاء الله ربنا هينصرق عليهم. هينصركم عليهم. وهيتفك السحر بمشيئة الله تعالى. وهتطلعوا من الضغوط ومن القرقبة اللي انتم فيها. هتطلعوا منها بقدرة الله تعالى. ماشيتوا في عندكم هدف. حطينه جدامكم. بتبصوه من بعيد. الهدف. بتبصوه من بعيد. هتوصلوا للهدف اللي انت عايزينه. هتوصلوا لك قدرة الله تعالى. اه ما تتكلموش عليها. انتم فعلا مرة تحبينش تتكلموا عليها الهدف فما تتكلموش عليه. طب هنا انتم الفترة دية. اه بسم الله. اللهم صلى على سيدنا محمد. ادعموا الفيديو بلايك احبابنا في الله فضلا وليس امرك. اه شايف هنا هترد فيكم الروح. وبعد ما هترد فيكم الروح شايفكم هنا هتكونوا مبسوطين جدا. عندكم كمية انبساط. شايف منكم اللي عايز يشتري سيارة. عايز يشتري مسكن. عايز يشتري دهب. عايزي هادة حد هدية. شايف هنا اه عندك هنا جواك كركبة. عندك كواك كركبة. وهتلاقي الاجابة اللي انت محتادة على السؤال. ومن بعد ما هتلاقي الاجابة مش هتدي اي اهتمام لأي حد تعمل. شايف ماشي بتصحوا تعبنين. اه مخنوجين. فيه على مزر قافية دست. اه فيه تساقط في الشعر. الم في الصهر. هذا من السحر احبابنا. فلا. هتطلع من المحنة اللي انتم فيه. هتطلع من المحنة اللي انتم فيه. خلاص هانت. فيه ردوح حق. اه عندك ردوح حق. فيه مال ديلك ممكن نقول مكافأة او هدية او ردوح دين. ردوح دين. هذا المال ديلك اه ممكن نقول حوالة او ردوح دين اه ديلك قدامك تلات نقطة وديلك. هذا مال ممكن نقول حوالة او مال كما كنا في مال ديلك بازن الله تعالى. وكما كنا في رجوع لن نانفصلين. فيه عتاب. فيه عتاب وفيه رجوع. وفيه فرحة في ارض بيثك كما كنا. ان شاء الله هتكون فيها السعادة ليك بالازن الله تعالى وهتأخذ حقك بقدرة الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشر لبما انتظر منك. وانت خير المبشرين كلها. فضلا ما ليس امر ان احبابنا في الله. ادعموا الفيديو باللايك. او كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الدرس ليصلك كل جديد منها سرار العالم الروحاني. وكنت بتعاني من السحر او من مس او من تعطيل او من تابعة كلها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة